التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأغلى حاكم الشارقة اليوم مسؤولية الشارقة واطلع السمو خلال اللقاء الذي جرى في السفاري على سير العمل في مختلف جوانب المشروع البيئي والسياحي الرائد الذي تضمه مدينة الذهد في إمارة الشارقة ويعد أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا هذا واعتمد السمو مجموعة من المشاريع والإضافات وأقسام جديدة في سفاري الشارقة للموسم القادم واستمع السمو إلى شرح حول المراحل الحديثة التي يتم فيها تطوير السفاري وإضافة العديد من الخدمات والمرافق إليها وتطوير مناطق الحيوانات وكافة خطط التوسع المستقبلية وعلى هام الشيء الاجتماع تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة منطقة الفيلة التي تقع ضمن وادي النيجر بسفاري الشارقة وتضم عائلة من فصيلة فيال السفانا الأفريقية